ترجمة نانسي قنقر الثانية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني. أكد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين في برقيته أن هذا الإنجاز الذي يفخر به الجميع والنجاح الذي تحقق منذ بداية المشروع الإصلاحي ما كان ليتحقق لو لا الرؤية السديدة والحكيمة لجلالته. كما أكد معالي أن هذه المناسبة قد جسدت الإرادة الوطنية الداعمة لبناء حاضر ومستقبل الوطن حيث كان ولازال لها الأثر الأكبر في نفس الجميع. دعينا الله العلي القدير أن نعيد هذه المناسبة على جلالته بمفور الصحة والسعادة وطول العمر.